انتهى عام أحصى فيه الفلسطينيون حجم الاستيطان الإسرائيلي الذي حصد الأخضر واليابس أرقام مفزعة لعدد الوحدات الاستيطانية التي أقيمت في الضفة الغربية بلغت 13 بؤرة استيطانية بينما 153 مخططا ضم 8371 وحدة استيطانية جديدة العام المنصرم الخطة الإسرائيلية التي بنيت في عام 2018 على مخطط التهجير القصري وهدم الخان الأحمر والتجمعات الفلسطينية في منطقة إيوان بنيت في عام 2019 على الانتشار تجاوز مرحلة الهدم والانتقال إلى محورين أساسيات المحور الأول هو محور البؤر الاستيطانية والمحور الثاني هو محور الضم وفي محور الضم تحدثنا عن مخطط ضم الأغوار وفي محور البؤر الاستيطانية أنشأت إسرائيل أكثر من 15 بؤرة استيطانية خلال عام 2019 هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وخلال مؤتمر صحفي أحصت ارتفاعا في حجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأرض والمنازل واعتداءة المستوطنين إذ أظهر تقريرها ثلاثة أوامر للسيطرة على الأراضي طالت أكثر من 304 دنومات في حين تم تجديد سريان وضع اليد على 17 ألف دنوم وأوامر استملاك لـ 877 لتصبح مجمل الأراضي الخاضعة للإجراءات الإسرائيلية ما نسبته 76% من أراضي منطقة جيم هناك لازال توسع تشمل معظم المستوطنات عندما يتم مناقشة 136 مخاططة أي كلي هو هناك عمل يسعى إلى توسيع كل المستوطنات ولم يعود هناك التركيز على ما يسمى بالكتة الاستيطانية الكبرى بل انتقلت إسرائيل في عام 2019 من الحديث عن ضم الكتة الاستيطانية الكبرى الحديث عن ضم المستوطنات بالكامل ووسط ارتفاع لافت لحجم الانتهاكات تشير الأرقام إلى أن 30 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بينما سجلت 5500 حالة اعتقال وعدد الشهداء بلغ 149 شهيدا بينهم 33 طفلا وأحد عشر ألف مصاب مع انتهاء عقد آخر على الفلسطينيين تبدو فكرة الحل السلمي والعادل بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى فقد تميزت السنوات العشر الماضية بخسارة الفلسطينيين مزيد من الأرض والمنازل والأرواح والدعم وتبدد الأمل بمستقبل أفضل فالقادم كما يقولون على صعيد الأرض يبدو أكثر خطورة من السنوات الماضية ضياح حشية الغد رام الله